السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متبعين الكرام. تابعي قناة من الاخر الخلاصة. الاول مرة زرنا في القناة. ياريت تشترك في القناة بضغط على الزر احمر قصة الفيديو. مكتب عليه اشتراك او سبسكرايب. وفعل زر الجرس. ارزع عليك متين حالة للفيديو دلوقتي. فعل زر الجرس. راس لك كل جديد. متبعين الكرام خلاننا نتكلم عن موعد مباريات الجولة التالتة من تصفيات كأس ام افريقيا. عشرين وواحد وعشرين. لا تتلعب في الكاميرون بازن الله يتعال. متبعين الكرام. اول مباريات او اول مباريات الجولة التالتة هيكون معادها اليوم الاربعة 11 نوفمبر 2020. كل المباريات في نفس التوقيت. الساعة ستة مساء. يوم الاربعة يعني ماشي. كل مباريات في نفس التوقيت الساعة ستة مساء بتوقيت مصر والليبيا والسودان وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان. تمام? الساعة سبعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت والكتر والبحرين واليمن والعراق. والساعة تمانية مساء بتوقيت اه تمانية مساء زي ما قلنا توقيت الامارات وعمان. والساعة خمسة مساء بتوقيت تونس والجزارة والمغرب. والساعة ربعة عصرا او مساء بتوقيت جيرانيتش وموروتانيا. الا مباراة واحدة بس اخر مباراة هقولك عليها على توقيتها لما وصلها. المباراة اللي قلت عليها في توقيت ساعة ستة مساء بتوقيت مصر دي استنغال امام غينيا بساو. طبعا كلهم في الجولة التالتة. المباراة ستوزع على كنات بين سبورتش دي ثمانية ومعالك المباراة احمد عبدو. مباراة غينيا امام تشاد ايضا. وكينيا امام جزر الكمر. وموريتانيا امام بورندي. والكانال النقل لهذه المباراة بين سبورتش دي سبعة ومعالك المباراة على محمد علي. وكذلك الرأس الاخضر امام رواندا. المباراة الوحيدة اللي معادها الساعة겠다 مسام بتوقيت مصر والليبيا. هى مباراة ليبيا امام غينيا الاستوائية. والمباراة زيما اقولنا معادها الساعة مسام بتوقيت مصر والليبيا والسودان. مصر والليبيا وسودان والفلسطين والاردن واللبنان وسوريا. الامباراة دي سنتوزع على كنات بين سبورتش دي ثبعة ومعالك المباراة على محمد بركات. ومعادها عشر مسام بتوقيت مكة المكرمة والدول اللي معاه. تمام كده? يوم الخميس 12 نوفمبر الدني ألف اوغاندا امام جنوب السودان فالساعة 13 راندي هتسوي الساعة 14 billions فالرة 26 مقر مكة المكرمة والممهات فالساعة 13 راندي هتكون الساعاتation فالساعة 13 راندي هتكون الساعة 5 believed فالساعة 13 راندي هتكون الساعة 2 immersion فالساعة sitting راندي هتكون الساعة 1 diagonally المكة University الكاميرالي كانت الساراتية مهتم방ية في نفس التوقيت. الخنغو بتلعب ام اسواتيني في نفس التوقيت ايضا. وغانا هتلعب ام السودان ودين براق قوية جدا. معادة الساعة ستة مسائم بتوقيت مصر. والكران نقلة بين سبورتس هدي سبعة معلق امبراها هو صفار الزهب. وبعد كده عندنا الساعة تسعة مسائم بتوقيت مصر. والساعة تمانية مسائم بتوقيت الجزائر. الجزائر هتلعب امم زيمبابوي. دين براق قوية. معادة زي ما قلت تسعة مسام دوقيت مصر تماني مسام دوقيت الجزائر. الكنانة ناقلة بين سبورتس تشيدي سبعة. معلق المباراة حفيز الدراجة. ساحل العاج او كودفور هتلعب امام متغشكر في نفس التوقيت. الكنانات الناقلة اللي انا بقولش الكنانات الناقلة دي مش معروفة. بروكينا فاسو هتلعب امام ملاوي. والجابون هتلعب امام غنبيا. دول الساعة تسعة مسام ايضا بتوقيت مصر والدول اللي معاها وبوقيت توقيت انت عرفتها خلاص. بالنسبة للدول اللي بقولش القناة الناقلة لها هي ملهاش قناة ناقلة على بين سبورتس ولكن اكيد لها قناة ناقلة على القناة الارضية الخاصة ببلدها يعني. لو انت في الدول دي هتلاقي يعني مسلا مباراة الجزائر والزنبابوي اكيد هتتزاع على الارضية الجزائرية. بدون خلاف. فوق ده اللي اقصده يعني. طيب اه يوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 عندنا نيجيريا هتلعب امام سيراليون سيراليون المرامعة ده الساعة ستة مسائم بتوقيت مصر. باقي التوقيتات ان قلت عليها بقى خلاص. في الجولة الثالثة زي ما قلنا القناة ناقلة بين سبورتس تشيدي سبعة ومعلق المراعات الخلوة. النايجير هتلعب امام اسيوبيا في نفس التوقيت. مالي هتلعب امام ناميبيا. ناميبيا. الساعة تسعة مسائم بتوقيت مصر والمغرب هتلعب امام جمهورية افريقيا الوسطة. دي مباراة وهي المغرب يعني. المغرب هتلعب امام جمهورية افريقيا الوسطة. الساعة تسعة مسائم بتوقيت مصر. الساعة تمانية مسائم بتوقيت المغرب. وباقي الدول اللي انا وضحت اقليها عشرة مسائم بتوقيت مكة المقرمة معنا. القناة ناقلة بين سبورتس تشيدي تمانية ومعلق المباراة هو الجواد بده. جنوب افريقيا هتلعب امام ساوتومي برينسب. في نفس التوقيت تسعة مسائم بتوقيت مصر. وتونس هتلعب امام تنزانيا ودي مباراة كوية جدا. معادها الساعة 9 مسام بتوقيت مصر الساعة 8 مسام بتوقيت تونس بالنسبة لمباراة تونس امام تنزانيا القناة النقلة لها هي قناة بين سبورتس اتشي دي 7 ومعلك المباراة هو رقوف خليف المتقلق رقوف خليف يوم السابت 14 نوفمبر 14-11-2020 اخر مباريات هذه الجولة او اخر مباريات الجولة التالتة بينين هتلعب امام ليسوسو ساعة 6 مسام بتوقيت مصر جمهورية الكونو هتلعب امام انجولا ساعة 9 مسام بتوقيت مصر ومصر هتلعب امام توغو الساعة 9 مسام بتوقيت مصر هي القناة النقلة من نسبة لقناة بين سبورتس مش معروفة من مباراة مصر دي ولكن الاكيد هتتزاق على قناة تايم سبورت الارضية متابعين لقراء امكان انا معكم محمد نوردين من قناة من اخر وخلاصة قدمنا لكم وعيد مباريات الجولة التالتة من تصفيات كأس امم افريقية لو لاستمر رزعتش لايك متين تنزل ترزع لايك متين حالا دلوقتي الفيديو وتفعل زر الجرس رسلك كل جديد وقبل تقولوا تشترك في القناة لأول مرة تجيلنا نراكم فيديو اخر باذن الله كان معكم محمد نوردين من قناة اخر خلاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته